تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيب أسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 568 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 730 طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 25 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 671 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط قرابة 34 طن وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 912 قضية من بينها 190 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر